السلام عليكم يارب تكونوا بقى الف خير النهاردة نعمل مع بعض طاجن العكاوي او صنية العكاوي بالبصل جميلة جدا في منتهى الجمال والروعة يلا بينا عالجامعة الاكيلة بقى اللي بيحبوا الحاجات دي واللي ما بيحبوهاش بجد لما يجربوها هيحبوها جدا لان هي لذيذة وطعمها تحفة 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 ويلا بينا على بركة الله نشوف احنا محتاجين ايه لشان نعمل الاكلة الحلوة دي اولا انا هبدأ بالعكاوي هي ديان حاجة بتتشري على بعضها مش بالكيل ولا بالاتنين كيلو هي على حسب ما بتوزن فطبعا ممكن تيجي كتير جدا على افراد قسرتك فانا باخد الكمية اللي انا محتاجاها وبعين بقيت الكمية في وقت تاني انا نقعها في خلو وغسلاها كويس وزي ما انتو شايفين كده جميلة ازاي بيكون معايا حل على النار فيها ميا انا بسلق اللحمة عموما بالطريقة دي الطريقة دي بتخلي الشربة معايا ريئة وكمان بتكون خفيفة خفيفة جدا وكمان طبعا اللحم معروفة ان هي بتكون سمينة فيها نسبة دهون عالية فانا مش هشوح بسمة ولا بزبدة فانا حابة ان الشربة بتاعتي تكون خفيفة انا بحط المنكهات بتاعتي لوري وحبهان ورنفل وكمان ارفة خشب وكمان فلفل اسمر ومعايا توم ورس كرات وبصلة وواحدة فلفل وواحدة من الطماطم كل المنكهات والخضروات دي في المية اللي هتبدأ تغلي معايا دلوقتي زي ما احنا شايفين مع بعض كده في منتهى الجمال في الوقت ده اول ما المية بتغلي انا ببدأ انزل بلحمة العكاوي بتاعتي ببدأ انزل بيها كده زي ما احنا شايفين مع بعض تمام جدا اول ما بتبدأ تغلي تاني بغطي الحلة وبهدي عليها النار وبسيبها معايا لمدة ساعة طبعا يا جماعة احنا بنسوي الحوم فبنزبط الملح في الاخر لما اللحوم بتستيبه بنحط نزبط الملح بتاعه علشان ما تبطأش السوا بتاعنا هي بالزبط اخدت معايا ساعة على نار هادية انا في الوقت ده هزبط ملحها انا ادتها سوا بنسبة 100% انا مسوي اياها خالص معايا صنية على النار وبحط فيها مادة دهنية اللي تفضليها طبعا بيكون معايا من بصلتين لتلاتة حجمه وسط بقطعهم شرايح بضيف البصل على النار انا هنا هتديله تدبيلة بس مش هتديله لون خالص انا هدبل البصل بتاعي ده علشان هنزل فيه اللحمة العكاوي عشان طبعا هتدخل الفرن بدبل البصل كويس مابدلوش لوني يا جماعة لازم ان ناخد بالنا من الحتة دي ولو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك واللايك والشير وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد البصل دبل معايا وتمام ببدأ هنا تلات فصوص من التوم انا مقطعهم قطع بدبلهم مع البصل وكمان واحدتين من الفلفل المقطعين تقطيع لتفضليها الخضرات بتاعتي دي انا بديها تدبيلة خفيفة تمام زي ما احنا شايفين مع بعض وبزبط لهم ملح ورشة من الفلفل الاسمر وكمان رشة من السبع بهارات مش بنحب نقطر بهارات كتير يا جماعة ويا اللحوم عشان نحس بتعمها وفي الوقت ده وكمان معايا تلات معالق من السلسة وممكن تستبدليها بطماطم مقطع مكعبات تمام كده في الخلطة اللي احنا عاملينها دي بابدأ انزل اللحمة العكاوي عشان تتشرب من البهارات دي تاني بقى طعمها جميل جدا لما بتخش الفرن وبتاخد شوية من المرأة بتكون تحفة بجد زي ما احنا شايفين مع بعض كده هبدأ انزل لحمة العكاوي في الصينية بتاعتنا الله شايفين جميلة ازاي حلوة بجد تستاهل التجربة بجد جربوها وقولولي رأيكو في التعليقات بطلع كل كمية لحمة العكاوي بحطها في الصينية تمام كده شايفين جميلة ازاي كمان بابدأ اخد شوية من المرأة بحطهم ويا الصينية دي بحيث تتشرب كويس من التوابل ومية البصل والريق بتاعهم الجميل ده وكمان رحة الفلفل الله جميلة بجد انا هنا بمعلقتين صلصة بس هبدأ اوزعهم على وش اللحمة لان انا عايزها لما تدخل الفرن ماء والشاه ما يتحمرش قوي ما ينشفش عايزها تكون طرية ومتشربة من الصلصة والمرأة اللي معايا دي كويس هي طبعا واخدة سوا كفاية بتدخل معايا الفرن المدة من ربع ساعة لتلت ساعة والشاه ياخد لون دهبي جميل كده تقدميها جنب رز تعملي فتة ممكن كمان تقدري تعملي بالمرأة دي ملوخية تكون جميلة جدا لان طبعا مرأة العكاوي شربة العكاوي بتكون سمينة تقدري تعملي فتة كمان تكليها جنب مكارونا براحتك خالص اللي تفضلي شايفين حلوة ازاي؟ انا هنا هدخلها في الفرن لمدة ربع ساعة تشرب من المرأة دي كويس جدا ومن البصل وكمان تاخد لون ونشوف هتبقى جميلة ازاي شايفين؟ شايفين الجمال؟ شايفين حلوة ازاي؟ بجده خطيرة وما تنسوش الاشتراك واللايك والشير وبالهنة شكرا شكرا شكرا